اشتركوا في القناة اصيب ليو بحمة فاخذته ميكا الى المستشفى وتبين انه مصاب ببرت ولا يزال ليو وميكا في المستشفى دعونا نتابع المشهد اليكم الان معاني الجمل ميكاさん 今日はありがとうございました يا ميكا شكرا كثيرا على مساعدتك لي اليوم لا عليك يا ليو سقط منك شيء والان بعد ان عرفتم معاني كل جملة استمعوا الى الحوار كاملا مرة اخرى ميكاさん 今日はありがとうございました كنشنائيで اه ليو 何か落ちたよ اه これは والان اليكم تعبير اليوم انه التعبير الرئيسي الذي اريدكم ان تحفظوه فاستمعوا جيدا وهو يقرأ عليكم بالقراءة البطية كنشنائيで تعبير اليوم هو كنشنائيで لا عليك او لا تقلق كيني سور يعني ان يكون منشغلا بامر مقلق او ما شابه واسلوب النفي منه هو كينشنائي اما كينشنائيで فهو لطمأنة الاخر بانه لا داعي للقلق اي كما ان نقول لا عليك في الحوار استخدم التعبير كرد على كلمة الشكر عريغاتو جوزايماشتا ويمكن ايضا استخدامه ردا على كلمة الاعتذار ولتكن سميما سن دشتا وعندئذ يمكن ان نقول اي اي كينشنائيで على ان هذا التعبير يستخدم فقط عند مخاطبة الاصدقاء والاشخاص القريبين اما عند مخاطبة من هو اكبر سنا او ارفع مقاما او من هو ليس قريبا منا نضيف الى تعبير اليوم اللفظ كدساي ونقول كينشنائي دي كدساي اليابانية في كلمتين انها الفقرة التي نخصصها لمن يريدون اثراء معرفتهم لأساليب التخاطب اليابانية جملة اليوم هي كينشنائي دي لا عليك وفي اللغة اليابانية الكثير من التعبيرات التي تستخدم الكلمة كي التي تعني النفس او الوعي او النية او الحالة النفسية الى جانب معنى الهواء والجو فهي في الحقيقة كلمة لها معاني كثيرة ومن التعبيرات العديدة التي فيها كلمة كي التعبير كينير ويعني ان شيئا يعجب شخصا ما او ان يكون محببا اليه مثلا انا احب هذه الحقيبة يعني ولوصف العلاقات الانسانية هناك التعبير الذي يصف حالة التوافق النفسي بين شخصين او اكثر مثلا هناك توافق عاطفي بيني وبين الاستاذ تاناكا يعني وفي النهاية دعونا نستمع للمرة الاخيرة الى حوار اليوم في تمثيلية اليابان حبي بهذا وصلنا الى نهاية الدرس اذكركم بان بامكانكم الاستماع الى الدروس على شبكة الانترنت فاستمعوا ورددوا الى ان تحفظوا تعبير اليوم تماما وحتى الدرس القادم الى اللقاء